موسرح مصغر لجريمة جديدة هنا ليست غامضة حيث يكثف هذا الرجل تقديم شهادته الحية حولها سيدتان سقطت هنا بينما رجل آخر فارق الحياة برصاص قناص هناك لا شيء يصدر الآن من مدينة الحرب والحصار أكثر من هذه المآسي الموجعة فعلى تعز أن تضع حدا للحرب كما تقول المقاومة أو على الحرب أن تضع حدا لتعز كما ترى الميليشيا وهذا كل ما يختزله الآن حي وادي القاضي وسط البدينة الحي الأخطر على الإطلاق منذ اندلعت المواجهات قبل ثمانية أشهر في تعز هنا يقطن قائد المقاومة الشعبية في المحافظة في هذا الحي الذي يمتد حتى تلة المجمع القضائي إذ يكتسب أهميته من هذه التلة فمنذ بداية المواجهات حاولت الميليشيا اقتحامه بقصد التمركز فيه وفشلت وأثناء كل محاولة تكون قد شنت قصفا على الحي ويسقط ضحايا جدد من المدنيين اليوم هو اليوم الأسوأ في تأريخ الحي الأم تلتحق بالأب ويتركون أربعة أطفال بلا عائل عبد الرحيم الشقيق الأكبر لم يتجاوز الثانية عشر بعد من عمره هو من يرعى أشقاءه ويحاول التخفيف عنهم لكنه أيضا يكابد سنوات عمره الغذة بعد هذه الحادثة فوحدها الحرب تعرف كيف تختصر أعمار الصغار ليصيروا أباء وأمهات في نفس الوقت يواجهون أعباء الزمان ومصائره بكل صبر وحسره هنا سقطت القذيفة تماما ومن هنا عبرت الشظايا في كل اتجاه سارت القصة كأنها فصل من كتاب وجع المدينة الذي لا ينتهي في هذه اللحظات الأخيرة تقدمت الأم لأخذ طفلها من الشارع أقفلت الباب لكن شضية فتحت قلبها إلى الأباد وقتلتها خلف هذه البوابة بينما كانت جارتها هي الأخرى تلفظ أنفاسها الأخيرة خلف البوابة المجاورة ما من مانع للموت في تعز على هذه الطريقة وغيرها من الطرق في هذه المدينة تختار القذائف والرصاص كل من تصادفه ولم تفتح هذه الأبواب إلا إلى المقبرة لقد حفرت قوات الرئيس المخلوع وميليشيا الحوث علاماتها في هذا الحي كغيره من أحياء تعز ومع ذلك ما يزال يستعيد عافيته كلما أمكن ذلك ويحاولون الأطفال منح قلوبهم البهجة بأكثر من طريقة في ظل الحرب لتصبح أحزانهم أقل قسوة في وجود الصديق الوفي يمكن للفرح أن يطل من أي تنافذة وفي أي لحظة يغرد حتى وإن طوق القناصة والمدافع حدود المدينة لا يمكنهم أن يمنع تسرب البهجة إلى قلوب الصغار فالحكمة تقول أيضاً علينا التعلم من الأطفال كيف نكون سعداءًا حتى بلا سبب فهناك مساحة مخبوئة في حياتهم لا يعرف سواهم استدعاءها فالحرب في هذه المدينة تلخص الحياة اليومية أيضاً حتى وإن أغلق الناس أبوابهم وناموا فهم لا يفعلون شيئاً سوى أنهم ينتظرون الموت ويقولون لك بأن بعض الهدوء صار مزعج اشتركوا في القناة